السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عاملين ايه ربكم بخير في الفيديو بتاع النهاردة باذن الله نستعرض اداءة معجزة تستطيع من خلالها ان انت تتثبت ويندوز حدوشر اربعة وعشرين اتش تو على اي جهاز غير مدعوم بدون بتعمل فورمات بدون ما تخسر الملفات الخاصة بك لو حضرتك حابب تعرف هنعمل ضمعة بعد ازاي تابع معي الفيديو للنهاية الخطوة الاولى اللي انت هتعملها هتفتح المتصفح الخاص بك وتبدأ تكتب كلمة تبدأ على انتر وبعد كده تختار الخيار الاولاني موقع تمام كده تنزل طبعا تحت وبعد كده تختار اللي هو كمان هيبدأ ينقلك على الصفحة اللي هتحمل من هيا الاداة نبدأ ننزل برضو مرة تانية لتحت وبعد كده نختار اول خيار وندغط على داول لود وننتظر لحين ما الاداة يتم تحملها طبعا الاداة بسيطة جدا مساحية حوالي تلتمية كيلو بيط كل انت هتعمله هتنتظر لحين الانتهاء من تحميل الاداة لحظات بسيطة مع حضرتك زي ما حراك شايف كده الاداة بدأت في تحميل ما اخدتش معايا ثواني وتم تحميلها بمنتهى البساطة بعد ما حمالنا الاداة هتصدر عند حضرتك بالصورة ديت نبدأ نفك الضغط عنها تمام وبعد كده نفتح المجلد اللي فيه الاداة نبدأ نضغط على الايكونة ديت شغلها كمسؤول اقول له نعم هنتظر لحديث ما الاداة تبدأ في العمل زي ما حراك شايف كده بدأت الاداة في الظهور على سطح المكتب ابدأ اخد الخيار الاولاني ده اللي هو جيت ويندوز اضغط عليه طبعا هنا فيه تلات خيارات تلات طرق مختلفة لتحميل نسخة ويندوز حداشر اربعة وعشرين انش تو هنا من الموقع طبعا ده افضل خيار لك هتبدأ تضغط على طول هيفتح ليك على طول الموقع بتاع ميكروسوفت تمام عشان نبدأ نحمل نسخة ويندوز اللي هنثبتها على الجهاز هنبدأ ننزل تحت طبعا تمام زي ما حراك شايف كده تبدأ تختار النسخة تضغط على سيليكت داول لود هننتظر لحين ظهور النسخة زي ما حراك شايف النسخة بدأت تظهر عندي هبدأ انزل طاحت وابدا اعمل لها داول لود وبعد كده اختار اللغة طبعا اختار اللغة اللي انت حبيبها انا هفترض ان انا هختار مثلا اللغة العربية تمام تبدأ تدور على اللغة الخاصة بك وبعد كده تضغط على تحميل وبعد كده تبدأ تظهر معاك النسخة 64 بيت تبدأ تضغط على داول لود زي ما حراك شايف كده بدأت النسخة في التحميل طبعا انا اوقف الفيديو الحين اللي انتهاء من التحميل وارجع عليك مرة تانية بعد انتهاء من تحميل النسخة زي ما حضرتك شايف كده ان الجهاز بتاعي لا يفي بمتطلبات الحد الادنى من تثبيت نسخة ويندوز 11 24 اتش تو بعد تحميل النسخة هبدأ ارجع للا دا هبدأ اعلم علامة صح هنا عشان اتخطى متطلبات اللي هي ويندوز 11 24 اتش تو ابدأ اضغط على سيليكت هنا دا واختار سيليكت ايزو فروم لوكال كمبيوتر هيبدأ يفتح معايا جهاز الكمبيوتر طبعا اكون شايل النسخة في مكان غير برتشن السي هبدأ حدد النسخة وابدأ اضغط على اوبين تمام هيبدأ يحمل النسخة في البرنامج او في الادان تابع معايا هيبدأ يفتح معايا البورشيل هبدأ اضغط على نعم زي ما حراك شايف كده هبدأ اضغط على موافق هبدأ نزل الاداء لتحت زي ما حراك شايف كده هتبدأ النسخة في عملية التحميل هبدأ اضغط على التالي هيتم اتحقق من التحديثات ويواصل عملية تثبيت النسخة بدون ما نعمل فرومات او بدون ما نلغي التطبيقات والبرامج اللي مثبتينها على الجهاز هيتم اتحقق من بعد الاشياء هيبدأ يضحص الكمبيوتر الخاص بك طبعا زي ما وردت حضرتك الجهاز بتاعي لا يدعم ويندوز 11 لكن الاداء دي هتخليه يتخطى المتطلبات زي ما حراك شايف كده بدأت تظهر معي شروط الاتفاقية يبقى معنى كده ان الاداء قدرت ان يتها تجاوز متطلبات ويندوز 11 24 اتش تو هبدأ اضغط على قبول تمام كده ويبدأ يقول لي اختار العناصر اللي انت تريد الاحتفاظ بها طبعا انا اختار الخيار الاولاني ده هحتفظ بالملفات والاعدادات والتطبيقات يعني هسبت نسخة ويندوز 11 بدون معمل فرومات وهحتفظ باعدادات الجهاز بتاعي والتطبيقات والبرامج اللي انا مسبتها هبدأ اضغط على التالي هنا هيبدأ يتأكد ان انت جاهز للتثبيت هيبدأ يتحقق من وجود التحديثات طبعا الموضوع ده حسب سرعة الجهاز الخاص بك والهارد ديسك اللي انت بتستعمله لو كان SSD الموضوع مش هيتجاوز معك حوالي تلت ساعة نص ساعة هنا هيتأكد ان انت جاهز للتثبيت بيطلب منك ان انت تنتظر هيبدأ هنا يتأكد من المساحة اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بعد التأكد من المساحة هيبدأ يقولك انت جاهز للتثبيت هتبدأ تضغط حضرتك على عملية التثبيت وتواصل تثبيت نسخة ويندوز 11 على ويندوز 10 بدون ما تمسح اي شيء بدون ما تخسر البرامج والتطبيقات الخاصة بك نبدأ نضغط على كلمة تثبيت بعد كده هيبدأ على طول عملية تثبيت نسخة ويندوز 11 زي ما حضرتك شايف كل اللي مطلوب منك في الوقت ده ان انت تنتظر طبعا الجزء ده من الفيديو انا حاولت ان انا اصرعه عشان ما اخدش وقت كبير هو هيبدأ يكمل عملية تثبيت النسخة ويحمل التحديثات لحد ديت ما يبدأ يدخل معاك على سطح المكتب الخاص بويندوز 11 الموضوع طبعا بيستغرق وقت حوالي تلت ساعة او اقل حسب سرعة الهارت ديسك الموجود عندك وامكانيات الجهاز الخاص بك كل اللي مطلوب منك ان انت تنتظر لحين الانتهاء من تثبيت النسخة بنجاح والوصول الى سطح المكتب وبكده نكون قدرنا نوصل لسطح المكتب ونثبت نسخة ويندوز 11 على جهاز غير مدعوم بدون ما نخسر الملفات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر او التطبيقات اللي مثبتينها والبرامج وبدون ما نعمل فيروماد طبعا بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك من كل جديد واكتب لنا طبعا رأيك في الاداة دي في التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته